الإيمان باليوم الآخر ركم من أركان الإيمان وقد قرن الله سبحانه الإيمان به بالإيمان باليوم الآخر في 19 موضعا من كتابه العزيز وأكد أن هذا اليوم واقع لا محالة وأنه لا مفر منه ولا محيد عنه الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا ومعنى الإيمان باليوم الآخر التصديق الجازم بوقوع كل ما أخبر الله عنه في كتابه وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت والعمل بمقتضى هذا الاعتقاد ويدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بأمارات الساعة الإيمان بالموت الإيمان بما بعد الموت من سؤال القبر وعذابه ونعيمه الإيمان بتفاصيل ما جاء في ذلك اليوم من النفخ في الصور الإيمان بالبعث والنشور الإيمان بالحشر وجمع الخلائق في الموقف وأحوالهم فيه الإيمان بلقاء الله عز وجل والعرض والحساب والاقتصاص من الظالم للمظلوم الإيمان بنشر صحائف الأعمال فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله الإيمان بالميزان والصراط وحوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والشفاعة والجنة والنار وإذا تحقق هذا الإيمان في قلب العبد أثمر له ثمرات عظيمة منها الرغبة في فعل الطاعات والحرص عليها رجاء ثواب ذلك اليوم الرهبة من فعل المعصية أو الرضا بها خوفا من عقاب ذلك اليوم تسلية المؤمن عما يفوته من النعيم في الدنيا بما يرجوه من نعيم الآخرة وثوابها الإيمان بالآخرة يفيد السلام والسكينة على روح المؤمن وشعوره ويبعد عنه القلق والسخط والقنوط الإيمان بالآخرة حارس للقيم الأخلاقية وحاجز دون الاندفاع في الصراع المحموم على متاع الدنيا فإذا علم العبد أن ذاك اليوم آت لا ريب فيه كان عليه أن يعد العدة ويشمر عن ساعد الجد استعدادا له يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون